تقرير المراجعات تصادراء عن الهيئة الوطنية المؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب على النحو التالي واحد الدفعة الحادية والعشرون وتشمل تسعة تقارير لمراجعة برامج أكاديمية بمؤسسات التعليم العالي وأربعة تقارير لمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني وتقرير مراجعة تتبعية لمؤسسة تدريب مهني واحدة وتسعة تقارير لمراجعة أداء المدارس الحكومية وتقريري مراجعة أداء المدارس الخاصة اثنان الدفعة الثانية والعشرون وتشمل أربعة تقارير لمراجعة برامج أكاديمية بمؤسسات التعليم العالي وتقرير مراجعة تتبعية لبرنامج أكاديمي لمؤسسة التعليم من عال واحدة وعشرة تقارير لمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني وثلاثة تقارير مراجعة تتبعية لمؤسسات التدريب المهني خمسة عشر تقريرا لمراجعة أداء المدارس الحكومية وأربعة تقارير لمراجعة أداء المدارس الخاصة وتنشر التقارير المشار إليها في الفقرتين السابقتين وفق نظام مراحل إصدار تقارير المراجعات والامتحانات الوطنية بالهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الصادر بالقرار رقم 49 لسنة 2009 المادة الثانية تعتمد قرارات الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب على النحو التالي واحد الدفعة الحادية والعشرون والمتمثلة في إدراج مؤسستين تعليم عالي وتسكين المؤهلات لمؤهلين تعليم عالي اثنان الدفعة الثانية والعشرون والمتمثلة في إدراج مؤسسة تعليم عالي واحدة ومؤسسة تدريب مهني واحدة وتنشر قرارات الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات وفق وثيقة السياسات العامة للإطار الوطني للمؤهلات الصادرة بالقرار رقم 12 لسنة 2015 المادة الثالثة يعتمد التقرير السنوي للهيئة الوطنية المؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب للعام 2015 وينشر وفق نظام مراحل إصدار تقارير المراجعات والامتحانات الوطنية بالهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الصادر بالقرار رقم 49 لسنة 2009 كما نص القرار الثاني رقم 26 لسنة 2016 بإصدار نظام عمل إدارة الامتحانات الوطنية على ما يلي المادة الأولى يعمل بنظام عمل إدارة الامتحانات الوطنية تابعة للهيئة الوطنية المؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب المرفق بهذا القرار المدة الثانية يلغى نظام وحدة الامتحانات الوطنية الصادر بالقرار رقم 72 لسنة 2011